إلى ولاية بشار حيث حرم للمواطنون من مداتي الخبز الاثنين بسبب قرار خبازين منضوين تحت لواء الاتحاد المحلي لتجار والحرفيين الجزائريين شنوا إضرابا عن العمل كما لوحظ الاثنين ولم يبقى سوى الخبازين المختصين في صنع الخبز التقليدي مما وصلوا تقديم الخدمات للمستهلكين سيما بوسط مدينة بشار حيث شكلوا سلاسل بشرية أمام المخابز المعنية وفي ذات يسياق ومع عدم قانونية قرار بعض الخبازين رفع سهر الخبز من جانب واحد أعلن المدير الولئي للتجارة بولاية البيض أنه سيتم متابعة الخبازين بولاية البيض قضائيا في حالة عدم العودة يوم الثلاثة إلى السعر السابق لرغيف الخبز المحدد بعشرة دنانير